لحظة لازم في حاجاتها تعد من تأكيد طالما العالم وصل لهذه المرحلة لازم احنا برضو يعني يبقى نحس بالكلام ده طيب استعرضت كده يعني الأزمة للتصالي العالمية و الجهود للحكومة في يعني نقدر نقول حماية المواطنين من تلقي التأثير الكامل لهذه الصلاة يمكن انت شايف السياسات النقدية عندنا في مصر في شكلها ازاي احنا بنكلم عن بضوء الفايدة حتى يعني خميس الجاي وطالن او متخذ القرار بين مرين يعني اعتقد ان متخذ القرار يعني حسب كتاب الاقتصاد ما قداموش غير اتجاه واحد بس هو الرفع الحتة اللي هي اللي بنسميها اللي هي الخمسين في المئة فن في الصنعة بتاعت الإدارة الاقتصاد دي حتى تحكم فيها يرفع عدين انما الاتجاه ما قداموش اختيار منطقي عملي حسابي اللي ان هو يرفع الفايدة قد ايه دي لمسة بتعود طبعا لسيد محافظة البنك المركزي هو اللي بياخد القرار ده طبعا والمجموعة اللي معاه النقطة الوحيدة اللي عندي كان اينشتاين عنده كلمة حلوة قوي بيقولك لو انت قعدت تعمل نفس تمشي في نفس الخطوات صعب قوي انك توصل لنتيجة مختلفة نعم احنا عملنا حاجة شبيهة باللي حصلت دلوقتي لو ذاكرت ذاكرة اسعفتني اظن في سنة التسعين غيرنا سعر العملة جامد وبعدين سنة 2003 مرة تانية وبعدين 4 نوبمبر 2016 في كل مرة من دول بيحصل حالة يعني اعادة تزبيت في السوق او ان السوق بيتأقلم مع الوضع الجديد النقطة او اللي اقدر اقوله ان احنا ممكن المرة الجاية ان شاء الله نتفادها ان احنا مش مفروض يكون هدفنا ان احنا ننقل السعر من ايه لبيه المفروض ان احنا يكون هدفنا ان احنا عملنا خطوة كبيرة او ان احنا طلعناها اظن كان من 7 او 8 اللي 16 دي خطوة كبيرة او او 18 حتى رجع وبعدين سبت تثبيت العملة عند رقم معين اللي هو كان 15 75 والفترة مش قصيرة مع احترامي الشديد طبعا لأسات ذاتنا ده يمكن مش احسن حاجة اللي في رأيي المفروض يكون حاصل وارجون السيد محافظة بنك المركزي يبتدي في الاتجاه ده ان يبقى فيه اللي احنا بنسميها floating rate حماية رقم معين في حد ذاته مش الحاجة الصح لالاقتصاد لان يعني النتيجة النهائية الفعلية للكلام ده ان حضرتك بتنتهي انك بتدعم كل ما بتشتريه بالعملة دي فلو بتشتري سمون في ميه او كافيار او جبنة سويسري النتيجة النهائية انك بتخط دعم على الحاجات دي ده شيء غير منطقي زيها زي الدواء مثلا يعني او المستلزم الاستراتيج انك بتدعم ده مظبوط مظبوط الامح ده موضوع تاني بقى موضوع تاني جميل اوي طيب الامكن اذا حدك توقعت مستوى الرفع يكون من كام لكم صعب اوي بس اعتقد ان هو لا يمكن يقل لعم 100 نقطة اساس لغاية 200 نقطة اساس مية ده الحد اللي هو واحد في المية واحد في المية 200 اللي هي 2 في المية ممكن يبقى 150 نقطة اساس حاجة ما بين الاتنين دول ده توقع يعني افتراضي هي مرة تانية الاتجاه لازم يكون بالرفع يعني حاستغرب جدا وما اعتقدش ان في احتمال ان هم يترفعش اعتقد صعب جدا خصوصا لو احنا شفنا كمان تصريحات طبعا المحافظ الفيدرالي الامريكي لسه من بضعة ايام كان بيقول ان هو حيستمر برافع معدل الفايدة اه اجراسف لي بعنف ده كان تعبير اللي هو استخدمه جون باول اه وحيضحي بجزء من الجروث الاقتصادي او النمو النمو الاقتصادي اه عشان يثبت التضخم التضخم دلوقتي يوصل للمستوى عالي ولازم التدخل فكرة رفع الفايدة ان احنا دي اللي بنسميها دايما نعم فيه الفرامل وفيه البنزين البنزين لو عايزين ننشط الحركة الاقتصادية فبنضخ فلوس اه في السوق زي ما حصل بعد الكوفيد في امريكا والإدارة الديمقراطية ضخت حوالي اتنين تريليون دولار ممكن اكتر شوية واو فيه الفرامل اللي هو فيه فلوس كتير وده تعريف التضخم ان كمية كبيرة من النقود تطارد كمية اقل من السلع فالسعر بيرتفى انك بتدوس على الفرامل وتسحب السيولة من السوق طب هتسحب السيولة ازاي انك بترفع الفايدة فبالتالي بيكون فيه معايا الفلوس بيشوف ان هو احسن له وافيد له ان هو يحطها ويكسب الفايدة المرتفعة فبيصرف اقل وبيتداخل اكتر وبالتالي انت بتفرمل عجلة التضخم جميل